هاي فريوان مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة English Forever هذا الفيديو عبارة عن درس من سلسلة القواعد سابقا قمت بشرح جميع أزمنة الماضي سأضع لكم الرابط في صندوق الوصف أما الآن فسأقوم بشرح جميع أزمنة المضارع في اللغة الإنجليزية Present Tenses There are four present tenses in English وهي Present Sample Present Continuous Present Perfect Simple And Present Perfect Continuous سنركز دائما على الفورم أو التكوين والusers يعني الاستخدامات مع الأمثلة دائما Now let's start with Present Simple بدء بالتكوين In the Present Simple The base form of the verb is the same for every subject pronoun Except the third person where you add an S to the end of the verb أي في المضارع البسيط الصيغة الأساسية للفعل تنطبق على جميع الضمائر بسثناء ضمائر المخاطب والتي هي في اللغة الإنجليزية He, She and It حيث نضيف S إلى نهاية الفعل هذا الجدول يبين الفعل في الـ positive negative والquestion forms بالنسبة للـ positive form لم تحدث أي تغييرات بسثناء الضمائر he, She and It حيث قمنا بإضافة S للفعل بالنسبة للـ negative form القاعدة لتكوين simple present negative هي بالنسبة لضمائر المخاطب لم نقم بزيادة s في نهاية الفعل لأننا أضفنا does بدلا من do هذه قاعدة ثابتة في اللغة الإنجليزية بالنسبة لضمائر المخاطب فقط أما بالنسبة للquestion form القاعدة هي مع إضافة الانتراغريف برونانز في البداية عند الضرورة لننتقل الآن إلى الاستخدامات السؤال هو متى يستخدم البريزن سيمبل بالنسبة للبريزن سيمبل فهو من الأزمن الأكثر استخداما في اللغة الإنجليزية أول استخدام هو الهابيت يعني العادات أو الأشياء التي نقوم بها بشكل يومي أو في أغلب الأوقات مثلا تاني استخدام هو بمعنى الأشياء التي تكون دائما صحيحة أو الحقائق العامة الفعل في هذه الجملة هو لا يمكننا قول لأن هذه الجملة حقيقة ثابتة يعرفها الجميع يعني أن هذا الزمن يستخدم للتعبير عن المشاعر والآرأ والأفكار إنتهينا الآن من البريزن سيمبل لننتقل الآن إلى البريزن كونتينويس يسمى كذلك present progressive تكوينه use the verb to be plus base verb plus ing sometimes called the gerund or present participle يعني الverb to be مصرف للpresent simple زائد الصيغة الأصلية للفعل مع إضافة ing له في الأخير لنأخذ فعل sleep كمثال بالنسبة للnegative form نقوم بإضافة not بعد الverb to be مباشرة أما بالنسبة للquestion لا نقوم بإضافة do or does نقوم فقط بعكس أماكن subject والverb to be مع إضافة الinterrogative pronoun في الأول عند الضرورة لننتقل الآن إلى الاستخدامات أول استخدام هو وصف أشياء تحدث في هذه اللحظة بمعنى أن في هذه اللحظة نحن نتعلم القواعد الاستخدام الثاني هو future plans أي أن الpresent continuous يستخدم للتحدث عن المخططات المستقبلية الاستخدام الثالث هو temporary events بمعنى أن الpresent continuous يستخدم للتحدث عن أحداث مؤقتة توجد بعض الأفعال التي لا يمكن استخدامها في الpresent continuous وهذه الأفعال تسمى stative verbs there are some verbs we cannot use in the continuous tense these are called stative verbs stative verbs refer to states, feelings or senses rather than actions in these cases we use the present simple instead بمعنى أن هذا النوع من الأفعال يستخدم للتعبير عن الأفكار أو المشاعر أو الحواس في هذه الحالات نستخدم الpresent simple let's take a look at this chart the verb understand is a stative verb we cannot say I am understanding you but I understand you the same thing for the verb believe I am believing you is not correct I believe you is correct نفس الشيء لباقي الأفعال في هذا الجدول هذه الصورة توضح stative verbs الأكثر شيوعا في اللغة الإنجليزية يمكنكم توقيف الفيديو وقراءة كل مجموعتنا لاحظة لننتقل الآن إلى present perfect simple بالنسبة للتكوين أو الform use the auxiliary verb have plus the past participle of the main verb يعني الفعل have زائد التصريف الثالث للفعل الأساسي the past participle of irregular verbs end in ed for verbs like walked, played, looked and watched but there are lots of irregular verbs for example been for the verb to be eaten for the verb to eat made for the verb make gone for the verb go got for the verb get given for the verb give read for the verb read said for the verb say and taken for the verb take بمعنى أن التصريف الثالث للregular verbs ينتهي ب-ed عكس الإ irregular verbs التي ليست لها قاعدة ثابتة note that in third person we use has instead of have بمعنى أن في ضمائر المخاطب he, she, it نستعمل has instead of have هذه الأمور كلها شرحتها في الفيديو السابق فيديو ال-past stances لنلقي نظرة على هذا الجدول لدينا هنا the irregular verb see كمثال بالنسبة للpositive form I have seen you have seen he has seen she has seen it has seen we have seen you have seen they have seen أما بالنسبة للnegative form نقوم بإضافة not بعد الأقزال we have مباشرة كما تلاحظون في الجدول أما بالنسبة للquestion form نقوم فقط بقلب أماكن subject والأقزال we have مع وضع الquestion mark دائما at the end for instance have I seen her have you seen her has she seen her have we seen her لننتقل الآن إلى الاستخدامات أول استخدام هو actions that start in the past and continue to the present يعني أن present perfect simple يستخدم للتعبير عن الأحداث التي بدأت في الماضي واستمرت إلى غاية الحاضر for example I have lived in this house for three years بمعنى أن حدث العيش في هذا المنزل بدأ في لحظة ما في الماضي واستمر لغاية الحاضر the next use is a finished action with a present result بمعنى للتعبير عن حدث حدث في الماضي وأعطى نتيجة في الحاضر for instance I've lost my keys بين قوسين so I can't open the door بمعنى أنني الآن في الحاضر لا يمكنني فتح الباب وهذا نتيجة فقداني للمفاتيح البارهة في الماضي الاستخدام الموالي هو life experiences are an unspecified time in the past أي أن present perfect simple يستخدم للتعبير عن تجارب الحياة التي حدثت في وقت غير محدد في الماضي for example I've been to Paris بمعنى أنني كنت في باريس لكن في وقت غير محدد الاستخدام الأخير هو recent past with the words just recently already and yet أي للتعبير عن الماضي القريب مع الكلمات just, recently, already and yet for instance I've just spoken to Mark on the phone بمعنى أنني تحدثت للتو مع مارك على الهاتف لننتقل الآن إلى آخر زمن في ال-present ألا وهو the present perfect continuous تكوينه هو the auxiliary verb have plus been plus base verb plus ing الفرق هنا بين ال-present perfect simple وال-present perfect continuous واضح هنا في ال-present perfect continuous the main verb أو الفعل الأساس يكون continuous أو progressive يعني نضيف له ال-ing وأيضا في ال-present perfect continuous نضيفه دائما بين قبل الفعل الأساسي هنا لدينا ال-verb read as an example في ال-positive form سيصبح I have been reading she has been reading they have been reading etc أما بالنسبة لل-negative form فهنا كذلك نضيفه not بعد ال-axillary have مباشرة مثلا I haven't or I have not been reading you haven't been reading he she it hasn't been reading إلى غير ذلك أما بالنسبة لل-question forum نقوم أيضا بإعكاس أو قلب أماكن subject وال-axillary have مع إضافة ال-question mark في نهاية السؤال for instance have you been reading has he been reading have they been reading etc لننتقل الآن إلى الاستخدامات أول استخدام هو actions that started in the past and continue in the present بمعنى أن هذا الزمن يستعمل للتعبير عن أحداث حدثت في الماضي واستمرت في الحاضر مثلا I've been watching Game of Thrones بمعنى أنني بدأت مشاهدة هذا المسلسل في الماضي ولازلت أشاهده الآن في الحاضر إذا كنت تريد أن تعبر عن مثل هذه الأحداث فلديك حرية الاختيار يمكنك استعمال present perfect simple أو present perfect continuous فلا يوجد فرق كبير الاستخدام الموالي هو to emphasize the duration or how long with for and since بمعنى أن هذا الزمن يستعمل للتأكيد أو توضيح المدة مع الأدفرب for والأدفرب since مثلا Henry has been playing the violin since he was eight بالعربية كان Henry يعزف على الكمان منذ أن كان في الثامنة من عمره أي أن هذا الحدث بدأ منذ أن كان Henry في الثامنة من عمره واستمر إلى حد الآن في الحاضر The last use is recently finished actions with present results أي يستخدم هذا الزمن للتأبير عن أحدث حدثت في الماضي القريب ولديها نتيجة أو نتائج في الحاضر example Why have you been crying بين قوسين There are tears in her eyes بمعنى وجود دموع في آيون الفتاة هو نتيجة لبكائها في الماضي القريب أتمنى أنكم استفدتم في فيديو اليوم Thank you guys for watching Stay safe and have a good day